يصاوت مجلس سلام الدولي على مشروع قرار جديد يدعو إلى وقف عاجل ودائم للأعمال العسكرية في قطاع غزة يدعو مشروع القرار الذي طرحته الإمارات إلى وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية لاستمح بوصول المساعدة الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة يطالب النص طرفين زعب تسهيل دخول المساعدات وتوزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء القطاع برا وبحرا وجوة كما يؤكد النص على دعم حل دولتين ويشدد على أهمية توحيد قطاع غزة وضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية وعلى غرار المساعدة السابقة والقرار الذي أقرته جمعية العامة لا يذكر نص المطروح حركة حماس بالإسم وهو ما تنتقده الولايات المتحدة وإسرائيل على الدوام مكتفيا بالتنزيد بكل الهجمات العشوائية ضد المدنيين وكل الأعمال الإرهابية وبالمطالبة بالإفراج عن رهائن وللتعليق على هذا الموضوع نضم إلينا مباشرة من واشنطن ديبلوماسي الأمريكي السابق جاك ويلز أهلا بك سيد ويلز على هواء الحرة يعني أولا ما الذي تتوقعه هذه المرة هل ينضم هذا القرار أو هذا المشروع إلى ما سبقه شكرا لاستضافة هذا المساء أعتقد أن هناك لا تزال بعض الفجوات بين مسودة القرار وما هي مستعدة أمريكا لقبوله الإمارات قدمت مشروعا يتحدث عن وقف الأعمال العدائية وهذه لغة الولايات المتحدة لم تكن مستعدة للقبول بها في الماضي هذا القرار أيضا الولايات المتحدة قبلت في الماضي لغة تشمل هدى إنسانية وهذا يصلنا للفجوة بين القرار وما يمكن لأمريكا أن تقبله هناك منقشات مكثفة في نيويورك لردم القوة ولا أعتقد أو لا أعرف هل سينجحون أم لا طيب أنت تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترفض تحديدا الأعمال العدائية بماذا توصف الولايات المتحدة ما يحدث الأنتجها المدنيين في قطاع غزة من شماله إلى جنوبه الولايات المتحدة كانت واضحة طوال الوقت هي تريد أن ترى الإسرائيليين يقومون بمجهود أكبر لمنع الأذى للمدنيين كرر هذا الرئيس وحتى الوزير أوستن وزير الدفاع الموجود في تل أبيب اليوم إذن الهاجس بشأن المدنيين تشاطره الولايات المتحدة وأعتقد أن الولايات المتحدة تبحث عن طريقة بحيث هذا القرار يمكن أن يمضي إلى الأمام ولكن مرة أخرى الولايات المتحدة قد تقبل الهدن الإنسانية كما وافقت في الماضي أيضا هذا مرتبط بموضوع الرهائن وتطورات إيجابية اجتماع في وارسو بين مدير السي آي اي ورئيس الموساد ورئيس مزراء قطر هذه المناقشات بشأن الإفراج عن الرهائن وسجناء فلسطينيين ربما تؤثر على القرار في الأول المتحدة ويكون هناك استعداد للموافقة على هدن إنسانية طيب هل النقاط التي تتحفظ عليها الولايات المتحدة يعني هي من سوتت في المرة الأخيرة هي من استعملت في المرة الأخيرة حق الفيتو هل هذه النقاط ربما قابلة للحل حالة هل يمكن أن نرى أن مشروع القرار هذا سوف يرى النور بالفعل أعتقد أن هناك القدرة على العثور على لغة تردم الهوة طالما أن الطرفين مستعدان لذلك نعود إلى ما هو ما إسرائيل وحماس مستعدان للقبول به هدن إنسانية مقابل إطلاق صراح رهائن أعتقد أن من المهم بالنسبة للجانب الإسرائيلي هذا أو هذا مهم بالنسبة لحماس لا أعرف أنهم في الأسبوع الماضي يقالوا هم سيوافقون على الإفراج عن الرهائن مقابل تبادل مرهون بوقف إطلاق النار هذه ليست اللغة التي إسرائيل مستعدة لقبولها حماس إذا لم تكن مستعدة لقبول شيء أقل مقابل الهدن كما حدث في الماضي وهذا عامل مهم للوصول إلى الحزمة ولكنك تحدث ربما أن الولايات المتحدة ربما لديها بعض السبل أو الآليات حيال أعداد المدنيين التي تسقط في قطاع غزة مايا هذه السبل إن لم تكن عبر مجلس الأم الولايات المتحدة منخرطة في حوار مستمر مع الإسرائيل والجيش الأمريكي يتحدث مع نظيره الإسرائيلي ورأينا أيضا الوزير أوستن في إسرائيل اليوم يتحدث مع نظيره هذه المناقشات تشمل طرق يمكن من خلالها للجيش الإسرائيلي أن يعمل ضد حماس بدون الحاق الأذى بي المدنيين أمريكا لديها خبرة من خلال الحرب ضد الإرهاب في العراق وأماكن أخرى الجيش يمكن أن يعمل بطريقة حذرة ويستهدف الأهداف العسكرية المشروعة سأعود بك سيد وينز مرة أخرى إلى مجريات هذه الجلسة المنتظرة لمجلس الأمن ولكن قبل ذلك أود أن أسأل لطالما خلال الفترة الماضية خلال الشهرين الماضيين وجهت الولايات المتحدة كما ذكرتها بين قوسين النصائح إلى إسرائيل تحديدا بالتقليل من أعداد المدنيين لم نرى ذلك طبقا للبيانات الصادرة عن أعداد ضحايا تحدث بالفعل لماذا لا تستمع إسرائيل إلى نصائح دعم الأكبر لها من وجهة نظرك هذا سؤال جيد وأنا غير متأكد أنني أعرف لماذا الإسرائيليين لا يتوخفون الحذر أمريكا كانت واضحة والرئيس بايدن تحدث عن الهجمات العشوائية الرسالة واضحة ولكن هم لا يستجيبون في الواقع وما رأيناه الإسرائيليون لا يتبعون قواعد الاشتباك الخاصة بهم ونشير إلى الحادثة التي قتل فيها ثلاثة من الرهائن الإسرائيليين من جانب الجيش الإسرائيلي في هذه الحالة رأينا الجيش الإسرائيلي يقر أن قواته لم تتبع قواعد الاشتباك الخاصة به وإذا لم يفعلوا هذا مع الرهائن فبالتأكيد لا يفعلون هذا مع الفلسطينيين يجب على إسرائيل التدقيق واتباع هذه القواعد والوزير أوستن ربما ناقش هذا الموضوع مع الإسرائيليين لا أعتقد أن الإسرائيليين لديهم من نوايا الخاصة بإيذاء المدنيين لكن يجب أن يفعلوا أكثر لمنع ذلك ربما هذا ما ذكره وزير الخارجين الأمريكي أنتوني بلينغينغ حينما قال أنه إسرائيل تحدثت عن رغبتها في تقليل عداد القتلى من المدنيين ولكننا لم نرى نتائج ملموسة حيال هذا الشأن على الأرض أعود إلى الشأن الخاص بهذا الملف وهو مجلس الأمن الدولي سيد ويلز سأذهب ربما إلى أكثر التخيلات جموحا أو تفاؤلا فيه هذا الصدد وهو الموافقة بالفعل على مشروع القرار هذا أو ما يلي من محاولات تالية في حال إخفاق هذا القرار ما هي أليات إنفاذ هذا القرار على الأرض سيد ويلز نأمل أن يصلوا إلى قرار يوقف الأعمال العدائية لكن الأمر يتطلب وقتا والإسرائيليون كما قلت غير معنيين بالهدن الإنسانية أو وقف إطلاق نار بدون الإفراج عن المزيد من الرهائن يجب أن يكون هذا جزءا من العملية المناقشات بدأت اليوم في وارسو بشأن صفقة محتملة لإطلاق صراح رهائن مقابل سجناء فلسطينيين هذا مهم نأمل أن يكون هناك تقدم والقطريون والمصريون نشطاء في هذا الصدد ويمكن أن يكون هناك تقدم ونرى قدرة أكبر على ردم الهوى في مجلس الأمن هل مجلس الأمن الدولي سيد ويلز يمتلك آليات خاصة به لإنفاذ قراراته على الأرض في حال عدم انصياع الأطراف إليها؟ لا توجد آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ما سترينه لو وافقت أمريكا على اعتماد القرار بلغة مقبولة للولايات المتحدة فإن الضغط على إسرائيل لتنفيذ قرار وقف اطلاق النار سيزداد ولا أعتقد أن الإسرائيليين سيعارضون قرارا تدعمه الولايات المتحدة في مجلس الأمن لو تم اعتماد القرار فسيكون هناك اتفاق من جانب إسرائيل على هدنة إنسانية لفترة من الوقت نفترض مقابل بعض التقدم في موضوع الرهائن أنت تحدثت عن أن الولايات المتحدة هي من تضغط على إسرائيل في هذا شأن في حال إقرار ربما قرار في مجلس الأمن الدولي من من وجهة نظرك يمكن أن يضغط على حماس للإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لديها هذا يعود إلى القطريين وربما للمصريين الذين لديهم بعض النفوذ على حماس لهذا السبب القطريون منخرطون في المفاوضات لأن قطر واحدة من الدول القلائل التي لديها نفوذ على حماس وقيادة حماس السياسية تعيش في الدوحة وتعتمد على القطريين يجب أن يستجيبوا للقطريين على الأقل لدرجة ما هل القطريين سيستخدمون هذا النفوذ لجعل حماس تطلق الرهائن؟ سنرى هذا هو ما نتوقع أن نستمع إليه في اجتماعات التي تجري في وارسو ما بين الإسرائيليين والقطريين والجانب الأمريكي سيد ويليام بيرلز هل من المتوقع أن نستمع لأخبار مثل هذا؟ أنا لا أتوقع اختراق وشيك ربما ما سيحدث هو استمرار لهذه المحادثات في الأيام القادمة في وارسو أو أماكن أخرى هذه عملية ستستغرق وقتا من ناحية الرهائن وأيضا من ناحية تقدم بالنسبة لقرار مجلس الأمن في نيويورك شكرا لك ضيفي من واشنطن الديبلوماسي لأمريكي السابق جيك ويلز كنت معنا مباشرة على هواء الحرة شكرا لك